طبعا رائحة الفم ستكون مقسمة على ثلاث حلقات نحن سنحكي عن رائحة الفم الناتجة إذا كانت ناتجة عن البقايا أو الفضلات الطعامية أو سوء العناية بالأسنان رائحة الفم اللي ناتجة عن داخل الفم عن مشاكل باللسة أو نخور أسنان كيف سنعالجها والحلقة الثالثة ستكون عن رائحة الفم اللي هي بتنتج عن المعدة واللي خربت أو المريض بفكرة أحيانا أنه هي ممكن تكون مشكلة من فمه تعبونا على الحلقات لنوضح بالضبط الفروقات بينها وكيف كل واحدة نقدر نعالجها ونسيطر عليها إن شاء الله شكرا